اشتركوا في القناة ايب الحوت واحنا في فترة خلوم مسار طبعا القمر موجود في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 6 و 56 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي الثلاثاء 24 لا ينتقل بعديها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بشيء جديد جيدة هاي الزاوية أو هاي المنزلة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأضافر وحلاقة الشعر طبعا زي ما حكينا القمر الآن حكينا في حلقة الأمس إنه القمر الآن ما زال موجود في الحوت والآن إحنا في فترة خلوه مسار ممتدة طبعا من الساعة 9 و 12 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش رح تستمر خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 6 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء برضو هاي الليلة طبعا هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة 6 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر الساعة 10 إلا 5 إلا 5 دقائق بتوقيت الأردن بيكون القمر استقر خلص في برج الحمل وبتبلش تأثيرات الحمل تأثر على جميع الأبراج في هاي الفترة إنه نشعر بطاقة كبيرة للعمل للحركة منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانيا في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أو تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا لدينا ثلاث زوايا فلكية أول زاوية رح يكون أوجها اليوم هي زاوية تقاول سلبية بين عطارد وبين نبتون يعني هاي بتكون الساعة وحدة وثلاث عشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعة بيكون أو بتكون هاي الزاوية عندنا صعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم عدم القدرة في علاج المشاكل العاطفية الناتج عن ذلك ومنرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا مما بعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة عشر أو سبع وخمسين دقيقة صباحا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون برضو بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وست وخمسين دقيقة عصرا أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه ممكن في هاي اللحظة يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بما أن القمر رح يكون موجود في الحمل يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس ست وعشرين ثمانية بيبدأ في تمام الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى يوم الجمعة سبع وعشرين حتى تمام الساعة أربعة وست وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لا برج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب سبعة عشر يوم في تمام الساعة ستة واثناشر دقيقة مساء بيصبح ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسة بنسبة عشر في المية القمر ما زال في الحوت بده ينتقل على الحمل ورح يمكث في الحمل لغاية يوم سبعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في العذراء حتى يوم ثلاثين ثمانية منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم ثمنتاش عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً لما بنتقل القمر وبيستقر عندكم لمساء هذا اليوم ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة خلال هذا المهار اليوم عندكم نشاط عالي جداً لأن القمر خلاص لما نوصل عندكم معناته فترة قادمة إن شاء الله بتكون إيجابية بشكل قوي بتسيطروا على زمام الأمور بتنجحوا بتدفع بمصالحكم يعني منقدر نحكي إنه حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره خلال الفترة هاي أهم إشي إنك تتحرك ما تنتظر إنه الفرصة تيجي لعندك أنت حاول إنك تبحث عنها ما تضيع الوقت يعني تعتبر هاي بداية جديدة لا إلا برج الثور طبعاً هذا يوم بما إنه القمر صار في بيت المتاعب فالفترة هاي بتكون فيها صعوبة لمدة يومين وربع فعشان هيك هذا يوم يطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا إنك تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة عندكم وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعروا ببعض الخيبة أو بعض التقلبات اللي بتصير حواليكم ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات طبعاك اليوم بتكون متقلبة ومزاجك بيكون متعكر حاول إنك ما تخالف القوانين فعنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم في أشخاص رح يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة اليوم تقدروا تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء وبرضو هاي فترة للتواصل مع الأصدقاء ممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتكم في أمر ما ممكن تحصلوا على نوع من أنواع التكريم أو ممكن يجيكم خبر بشكل مفاجئ برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل طبعا القمر الآن موجود في بيت السمعة وبيت العمل طبعا اللي بيعملوا بينجحوا اليوم بإثبات جدارتهم للمسؤولين وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن حاول أنك تبرر كلامك وتكون واضح بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحدهم بيكون اتصال مفاجئ بتكون عندك ظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية لأنه بظل بيت السمعة أي تصرف خاطئ بنحسب عليك برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة طبعا القمر بشكل زاوية جيدة برضو ما كانوا في البيت التاسع العلاق ممتاز على مستوى الأمور اللي ذكرناها هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ممكن اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون عندك الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة اليوم رح تشعر بالاعتزاز والفخر لبعض الأمور ما أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ للشروط اللي ما بتناسبك حاول أنك تناقش بمنطق وتكون مستعد لانطلاقة جديدة يعني رح تستثمرها بشكل جيد إذا كنت يعني مركز عليها برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم المالية المشتركة لأنه أول إشي تعتبر هذا البيت بيت الأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك لحالك ممكن اليوم تهتم لبعض المسائل اللي بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك العمال ناقصة ومهملة حاول أنك تكون متفتح متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم حاول أنك تتجنب الكلام الجارح وحاول أنك تكون دبلوماسي وبرضو في نفس اللحظة ما فيه داعي لأنك تتصرف في أمور مالية بدون ما تكون درسها بشكل جيد برج الميزان اليوم طبعا القمر موجود مقابلكم تماما في بيتكم السابع فعشان هيك ممكن اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع على ضيق الوقت حاول أنك تحاذر من التراجع الصحي يعني ما فيه خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات تتجنب المشاكل وما تتسلط خليك مرن ولين في نفس اللحظة يعني ما فيه داعي لأنك تجاري أي شخص ممكن أنه يستفزك حاول أنك أنت تحكم غضبك بشكل جيد وخلي الجو يعني لنوع من أنواع التعاون ما بينك وبين شركائك عشان تستثمرها بشكل جيد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من العمل اليوم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء طبعا بما أن القمر في بيت العمل والصحة فقسم منك بركز على الزملاء وعلى العمل وعلى أعمالهم وقسم بركز على صحته أهم شيء أنكم تنظموا جدول غذائكم حاولوا أنكم تأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة راح تكون سهلة ممكن تكثر عندكم الواجبات وتتزامن من الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاولوا أو حاذروا من المشاكل الصحية وفي نفس اللحظة ما تتغيبوا عن عملكم برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم الفترة هاي إيجابية وقوية جدا فحاولوا أنكم ما تضيعوها من إيدكم هاي الفترة بتحمل فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك تنفع للتعارف والارتباط وتعزيز العلاقات مع الأحبة ابتحتوي هاي الفترة نشطات متنوعة ثقتكم بأنفسكم بتكون عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا بتكون ممتازة هاي فترة إيجابية على كل المستويات في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالأبناء أو التواصل معهم أو تعزيز العلاقة معهم أو أحد الوالدين وفي منك رح يهتم بالمسائل العاطفية وأمور الحضوض والتجميل والأشياء اللي من هذا القبيل برج الجديد طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك اليوم ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما للتحديات والاستفزاز في منك رح ينشغل بمناسبة عائلية أو اجتماعية ممكن من خلالها تعزز علاقاتك بشكل جيد في منك رح يهتم ببعض التصليحات لبعض الأعطال أو يهتم بأمور إلها علاقة بالعقارات أو الأمور العائلية بشكل مباشر برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والترقلات منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترات مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات في منك رح ينجح في طرح موضوع حساس ومنك ممكن يقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب فهاي الفترة تعتبر من الفترات الإيجابية اللي لازم تستغلوها عندكو نشاط عالي سرعة بديها عالية رغبة بالاتصالات وتأدية الواجبات فعشان هيك ما تحاولوا انكو تضيعوا الفترة هاي حتى لو انك استعنت بأخ أو استعنت بصديق لمساعدتك برج الحوت طبعا اليوم الفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أو ينشط في استرداد بعض الأموال اللي بتعود له أو يناقش في بعض الالتزامات ممكن تقدم أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول انك اليوم تستغلها بانك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع والمصاريف اللي ما إلها أي داعي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر